يبقى معنا مراسل الغد خالد بدير ولكن من طول كرم خالد يعني التفاصيل المتوقفرة لديك حول عملية الإفراج عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس وأيضا كيف سيتم الاعتناء به صحيا نعم بالفعل التفاصيل الإفراجية تم انتهاء الفترة المتبقلة من اعتقاله الإداري الأخير الذي يرزح الآن به وتحديدا في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع والعشرين من تموز يوليو العام الجاري اعتقل ماهر الأخرس من منزله في بلدة سيلة الظهر إلى الجنوب من مدينة الجنين ومنذ اليوم الأول شرع الأسير الأخرس بإضرابه عن الطعام وكان يعلم بأن الاحتلال الإسرائيلي سيراوغ في عملية تمديد وتجميد ومراوغات قضائية في الاعتقال الإداري الاعتقال الإداري هي عملية اعتقال المواطن الفلسطيني لدى سجون الاحتلال لمدة 14 وأحيانا إلى 6 أشهر يمددها جهاز الأمن الإسرائيلي دون محاكمة ودون توجيه تهم بالنسبة للفلسطيني وبالتالي هي اعتقال غير قانوني مخالف لاتفاقية جينيف الرابعة وأيضا للإعلان العالم لحقوق الإنسان في العالم وبالتالي ماهر الأخرس أخذ على عاتقه المضي قدما يعلم المخاطر الصحية والطبية وحجم الضغوطات التي تعرض لها شخصيا وحتى لأسرته والشارع الفلسطيني من خلال دمومة الحراك على أرض الواقع 103 أيام استمر بها الأسير ماهر الأخرس بإضرابه عن الطعام تعرض لتدهور خطير خلال الأسبوعين الماضيين في حالته الصحية عدم القدرة على التحدث وكذلك أيضا الضعف الإبصار وكان هناك معرضا لخطر فقدان وظائف وأعضاء الجسم لوظائفها الحيوية ولكن بالأمس كانت هناك تتويج لتدخلات من قبل اللجنة المتابعة العربية في الكنيسة وأعضاء من الكنيسة والسلطة الفلسطينية بالتوصل لاتفاق ينهي اعتقاله الإداري هذا العام وتحديدا في السادس والعشرين الآن الأسير اليوم وتحديدا ساعات الصباح طفلته الصغيرة طوقة التي أقسم خلال فترة الإضراب عن الطعام بأنها هي من ستكسر هذا الإضراب لهذا اليوم بصح قليل من السوائل الدافئة الشرب الفلسطينية تناول من يدها هذا الطعام لأول مرة منذ 103 أيام في مشهد كان حقيقة فيها الكثير من المشاعر الإنسانية من خلال بعض الفيديوهات التي تدولها النشطاء سيبقى داخل مستشفى كابلان الإسرائيلي لتلقي العلاج والإشراف على حالته الصحية برفقة عائلته على أن يكون السادس والعشرين موعدا من نوفمبر طبعا الشهر الجاري موعدا للإفراج عنه باتجاه إحدى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية إما سيكون مستشفى المجمع فلسطين الطبي في رامالله أو مستشفى النجاح الوطني هنا في مدينة نابلس وذلك لتسهيل مهمة التواصل ما بين الأطباء وكذلك الأسرة نماذج فلسطينية عديدة ستفتح الباب أمام هذا الانتصار هناك ترحيب فصائل بكسر السجان وأن هناك إرادة فلسطينية قادرة على أن تخضع الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجون الاحتلال بتأكيد إلى كل المعاني الفلسطينية ولكل المشاعر التواقة للحرية ما حدث مع الأخرص حدث مع عصر سابقين ويمكن أن يحدث مع عدة نماذج فلسطينية أخرى نعم خالد بدير كنت معنا من طول كرم شكرا جزيلا لك